أنا أصلاً لأنه أنا ابن الوسط حالياً فأنا عندي علم أنه بعض الأعمال الكوميدية يجون للموقع التصوير الفنانين ماكوا ورق ايه يرتجلوني سوى الفون ايه فيجي يقول للمخرج شي نصور هسه فيظل يصير اقتراح يقول للموثل اش رأيك مثلاً أنا يعني مرتي موصيتني أجيب غراض من السوق وما ناسي ما جايب البوتيته فهي يظل يقول لي ها عملتي بالتليفون فأنا يقول يلا تخيل الموضوع بهالطريقة يلا اوكي العاد فيجون يصورون الممثل نفسه ما عارف المشهد شو راح ينتهي يقول لك على الله ندخل تحشيشه مني هاي الجملة اللي دمرت او الكلمة اللي دمرت الكوميديا عدنا اللي هي التحشيشة تحشيشه مني تحشيشه مني تحشيشه منيش وكذا ونضبطهن قولي ما لاتش وقول ما لاتش لانه كل ممثل للأسفل لذلك لنشوف من يتغيرون الممثلين يتغير المشهد كله حتى بأعمال نفسية فهي هاي الجي يصير لذلك هذا الجاي يخلق عدنا ثم ها تقول شو هذا الممثل نفس مالاته من 20 سنة اليوم ما غيرهن لانه ما جاي يقرأ ورق هو عنده كم حركة عبالة الناس تحبهن يجيب كل عمل يسويهن سوان مثل كوميدي ولا مثل تراجيل ماكو ورق لانه الكتابة الكتابة هي اللي تغير الممثل